موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام الصلاة عماد الدين أخبرنا بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل جاءت آيات القرآن الكريم تحث المسلمين على الالتزام بأداء الصلاة الصلاة صلة بين العبد وربه ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني إيه كتابا موقوتا كتابا يعني فرضا فرضاه الله تعالى وجمعه لنا إن كل يوم في عندنا خمس صلوات حددها الله سبحانه وتعالى الصبح الظهر العصر المغرب العشاء طب موقوتا يعني فرضا له وقته والذي حدد الوقت إنما هو الله لم يتركه لنا لم يقل لك وقت ما تحب صلي ولم يقل لك إذا أردت الصلاة فصلي إنما حدد الله تعالى وقتا واجب عليك فيه أن تصلي طيب مر هذا الوقت دون أن يؤدي الإنسان الصلاة إما أن يكون الإنسان صاحب عذر وإما أن يكون الإنسان مستخفا بالصلاة صاحب عذر يعني إيه؟ زي عذر المرض الإنسان مش قادر يصلي لإنه مريض طيب في الحالة دي نقوله حضرتك قادر تعمل إيه في المرض مش قادر تصلي واقف صلي وإنت قاعد لا هو الشخص ده مريض ونايم فنقوله حضرتك تقدر تجمع ما بين الصلاتين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء يفوقت الظهر يفوقت العصر إلى غير ذلك من حالات المرض أو التمريض الطبيب اللي واقف في عملية جراحية له أن يؤخر الصلاة لإنه واقف مش هنقوله سيب العملية واطلع لربما أضر هذا بالمريض فيقوم بها فيجمع الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهكذا ينظر الإنسان حالة بعض الحالات والأعذار التي امتلأت بها أو جاءت بها كتب الفقه لكن الإنسان الذي يأتي بوقت على وقت دون عذر وليس له في ذلك حق هذا إنسان مستخف بالصلاة وربنا سبحانه وتعالى قال فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ عن صلاتهم يعني إيه؟ يعني كانوا يسهون عن الصلاة الصلاة مش في دماغه وبالتالي بيجيب وقت على وقت من غير عذر هذا الإنسان على خطر عظيم سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلاة وإن من حافظ على الخمس الخمس صلوات وأداها في وقتها وأسبغ الوضوء لها كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة نوراً يعني إيه؟ تيجي يوم القيامة ربنا يقول لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم الإنسان يمشي وأعضاء الوضوء نور ويمشي وينطلق وهو أمامه النور لكن من لم يحافظ عليها وهي ببرهان يعني دليل على إيمانه طب من لم يحافظ عليها واستخفى بها وجاء بوقت على وقت إيه يعني جبت الظهر على العصر إيه يعني جبت العصر على المغرب على العيشة إيه يعني بجمع الصلاة وفي آخر يوم بصليهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يوم القيامة يحشر مع فرعون وهامان وفي رواية أخرى للحديث أن الله سبحانه وتعالى يعذبه مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف إيه العذاب الشديدة تخيل إن إنسان يبقى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة يضع مع فرعون أو يوم القيامة يضع مع هامان وزير فرعون أو يوم القيامة يضع مع قارون أو يوم القيامة يضع مع أبي بن خلف زعيم الكفار إيه السبب في هذا أنه ترك الصلاة مستخفا بها ما الهاشق ما عنده وبالتالي إذا منعه الملك عن الصلاة يحشر مع فرعون منعته الوزارة عن الصلاة يحشر مع هامان منعه المال عن الصلاة يحشر مع قارون منعته التجارة عن الصلاة يحشر مع أبي بن خلف الأمر خطير ومن هنا إخوة الكرام أقول وأنبه على أن الإنسان لابد أن يهتم بأداء الصلاة في وقتها وربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر في سورة مريم قصة سيدنا زكريا وولده سيدنا يحيي قصة سيدنا عيسى وأم السيدة مريم قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا موسى وسيدنا إسماعيل وسيدنا إدريس قال فخلف من بعدهم خلف جاء من بعد هؤلاء الأنبياء ومن تعاقبوا بعدهم قال جاء من بعدهم جيل أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه سيدنا عبدالي بن عباس رضي الله عنهما يقول أضاعوا الصلاة مش معناها أنهما كانوش بيصلوا قال لم يتركوها كليتا وإنما أضاعوا الصلاة أتوا بوقت على وقت طب أدي أضاعوا الصلاة إضاعة الصلاة تزيد من غلبة الشهوات على الإنسان والإنسان اللي عايز يتحكم في شهواته ويقود نفسه عليه أنه يهتم بالصلاة طيب إيه جزاؤهم يا رب قال فسوف يلقون غيه الغي واد في جهنم واد يعني مكان منخفض في النار تستغيث جهنم من شدة حرها فالإنسان مطلوب منه أن يؤدي لو إحنا بصينا حضرتك كإنسان مسلم يقول لي إيه إيه المطلوب منك في الإسلام مطلوب منك تصوم ده مرة في السنة شهر في السنة مطلوب منك الزكاء اتنين ونصف في المية إذا كنت قادر مرة في السنة مطلوب منك الحج مرة في العمر إيه اللي يقول إن حضرتك مسلم إن حضرتك بتصلي وبالتالي الصلاة لم تسقط عن أحد الإنسان مش قادر يصلي واقف يصلي وهو قاعد مش قادر هو قاعد يصلي وهو متجع مش قادر يصلي وهو راقد نايم على ظهره مش قادر بأديه مش قادر بعنيه مش قادر يمرر الصلاة على قلبه لكن الله تعالى لم يسقطه طالما إن حضرتك فيك عقل يدرك واجب عليك أن تصلي وطالما هتصلي لابد أن تصلي في الوقت الذي حدده رب العالمين إذن وصيتي الصلاة كما أوصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فاتقوا الله تعالى في صلاتكم و احرصوا عليها حتى تشهد لكم يوم القيامة اللهم إنا نسألك النجاة بباركة اتباعنا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنك سميع قريب مجيب الدعاء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله